لمزيد من المتابعة من تونس تضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بخريس أهلا بكي نجلاء أي جديد فيما يتعلق بتقديم رئيس الحكومة المشيشي تشكلته الحكومية وهل من جديد حول ردود الأفعال على ذلك من الأحزاب نعم لنا يبدو أن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة وهي حكومة بعنوان كفاءات مستقلة أصبحت جاهزة بحسب بعض التسريبات التي صدرت حتى من قصر الضيافة بقرطاج وكذلك من بعض وسائل الأعلام التونسية تقريبا 24 وزارة ستكون في هذه التركيبة كل الوزراء هم من المستقلين بحسب طبعا الأسماء الواردة لدينا مثلا وزير الداخلية عماد الحزقي وزير الدفاع الوطني سامي المحمدي وزير الشؤون الخارجية طارق بن سالم وغير من الأسماء وهم من رجالات الدولة والشخصيات ذات الكفاءة الوطنية بحسب طبعا ما ورد في هذه التركيبة من المنتظر لنا أن يقع مؤتمر صحفي سواء في الساعات المقبلة أو على أقصى تقدير نهاية هذا الأسبوع لتقديم هذه التركيبة الجديدة للرأي العام التونسي ووسائل الأعلام ثم يقع تمريرها في جلسة عامة للمصادقة عليها وهي تتطلب 109 صوت لكي تكون حكومة فعلية على أرض الواقع لكن من وجهة نظر سياسية هناك أحزاب أعلنت رفضها القاطع لمنطق الكفاءة والتكنقرات مثلا حركة النهضة أيضا قلب تونس وأحزاب عديدة أخرى تعتبر أنه من الضروري أن يقع تشريك الأحزاب التونسية التي نجحت في الانتخابات التشريعية الماضية لكن يبدو أن توجه هشام المشيشي وكذلك بدعم من حتى رئاسة الجمهورية ذهب في اتجاه حكومة كفاءات تشتغل على العنوان الاقتصادي لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية كما قال طبعا من خلال تصريحاته يقول أن حتى جائحة كورونا الأخيرة اليوم تضطر الوضع إلى إيجاد حلول اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع بعيدا عن منطق التجذبات السياسية حتى وإن لم يكن هناك سقف سياسي وحزبي لهذه الحكومة أيضا بعض المراقبين لنا يقولون أن هذه الحكومة ربما تنجح في كسب ثقة الشارع وفي كسب مصدقيته طالما أنها بعيدة كل البعد سواء عن شق الإسلام السياسي أو حتى عن شق الأحزاب الأخرى التي فشلت حقيقة في تسيير دواليب الدولة من خلال الحكومات الماضية حموما اليوم يبدو أن هناك حتى برغم هذا الرفض العلني من الأحزاب لهذه الكفاءات لكن يبدو أنه لا خيار دستوري أمام هذه الأحزاب إلا بالموافقة ومنح صوتها وثقتها لهذه الحكومة طالما هناك سيناريو يخيفها وهو حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي وبالتالي الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وهذا السيناريو في الحقيقة يخيف جميع الأحزاب ما يدعوها ربما إلى المصادقة على هذه الحكومة ولو بشكل إجباري والضراري لنا أشكرك جزيلا مراسلتنا من تونس نجلة بوخري ترجمة نانسي قنقر